إلى أي مدى توافق على هذا التحليل الذي يتم تواطره في السودان أن الحرية والتغيير بعدما أديرت بطريقة خاطئة تسبب ذلك في أن نلحظ حالة محالة الخصومة السياسية ما بين هذا الكيان السياسي وبين الشارع أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام دعني أعطي لمحة عن الحرية والتغيير كيف تكونت وكيف بدأت هي بدأت بالتوقيع على إعلان الحرية والتغيير في 1 يناير 2019 في أثناء الثورة لذلك كل من وقع على هذا الإعلان هو يعتبر جزءا من الحرية والتغيير وتشكلت تنسيقية من الكتلة الكبيرة من الحرية والتغيير اللي هي التحالف الأكبر فيها هو التحالف نداء السودان وهو يعتبر تحالف تحالفات بداخله كتلة أحزاب نداء السودان تتكون من تسعة يعني أحزاب زائد يعني كتلة يعني قدام المحاربين نعم وحزب الأمة كذلك الجبهة الثورية بمكوناتها الكبيرة وكتلة النازحين واللاجئين ومبادرة المجتمع المدني هذا هو التحالف تحالفات يسمى أحد مكونات الحرية والتغيير التحالف الثاني هو التحالف يجمع الوطني ويتكون من مجموعة أحزاب والتحالف الثالث هو التحالف التجمع الاتحادي زائدا تجمع المهنيين زائدا تجمع يعني القوى المدنية طيب بالإضافة لحزب الحزب الجمهوري وتيارة الوسط هذه في أثناء السير نحو الثورة كنا متحدين وكنا متألفين وكنا نشد بعضنا بعضا لأنه هدفنا هدف واحد والآن يعني الوصول إلى إصغاط النظام وقد حدث وبعد كذا بعد حداشر لا لا الآن كيف تبدو الصورة يا دكتور يوسف الآن الصورة الآن تبدو قاتمة داخل الحرية والتغيير للتجاذبات التي حدثت وهي ما ذكرته آنفا يوضح الصورة هذا التحالف والتحالفات النداء السودان يعني لم يجد حظه في التمثيل المناسب فخرجت الجبهة الثورية ثم جمت الحزب الأمة مما أضعف التحالف ثم خرج الحزب الشيوعي من قوى الإجماع الوطني وداخل الحرية والتغيير نفسها حدثت تحالفات داخلية أنتجت بعض الاختطافات مما شرزمت يعني هذا التحالف وأضعفت هذا التحالف طبعا القرب من السلطة التكالب لتكوين التكويش أكبر قدر ممكن من السلطة المختلفة في الولاء أو في السيادي أو ما هكذا أضعف الناس وشتتهم حقيقة الآن نحن نمر بظروف صعبة جدا لكن نسعى جميعا لتداركها وتتوالى المناشدات والمبادرات للوصول لهذا الهدف ترجمة نانسي قنقر